موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشارة الاخبار من قناة سهيل يقرأوها على حضراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العناوين مجلس النواب يؤكد استمرار ايران في تهريب الاسلحة لميليشيا الحوثي ويدعو الى دعم قوات الشرعية لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة ارتفاع الاسعار وتوقف الكثير من المبادرات الخيرية تحول دون اتمال تجهيزات الاسر لعيد الفطر المبارك مركز الفتح النموذجي في مأرب يبدل جهودا كبيرة في مجال تحفيظ القرآن الكريم في مخيم الجفين استهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ان التجارب المريرة مع ميليشيا الحوثي الارهابية تثبت ان الحل الاجدى يتمثل بدعم القوات الشرعية بالقدرات النوعية لاستعادة مؤسسات الدولة واستكمال التحرير واكد البركاني خلال لقائه السفيرة الهولندية لدى اليمن جاميت سيبين استمرار ايران في تهريب الاسلحة الى ميليشيا الحوثي واستعرض ما تمر به اليمن من تحديات جسام في ظل الانقلاب الحوثي وجرائمه الممنهجة وانتهاكاته الجسيمة وما ترتب على ذلك من تفاقم للاوضاع الانسانية والاقتصادية والمعيشية لدى المواطن وشدد البركان على اهمية انتقال تدخلات المانحين وشركاء التنمية من التدخلات الاغافية الى مشاريع التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة من جانبها جددت السفيرة الهولندية وقوف بلادها مع وحدة اليمن ودعمها للحكومة الشرعية وجهودها المبذولة لاستعادة الدولة والاستمرار في دعم البناء المؤسسي لاجهزة الدولة وتحسين الوصول للخدمات الاساسية ودعم عملية تحقيق الاستقرار في اليمن شكل ميلاد مجلس القيادة الرئاسية منعطفا في مسيرة النضال الوطني المتواصلة منذ العام 2014 لاستعادة الدولة وجسد نوعا من الشراكة والتهافق بين كافة المكونات السياسية والوطنية لمواجهة مختلف التحديات وتحقيق تطلعات الشعب في الامن والاستقرار والتنمية وعلى الصعيد الميداني حقق العديد من القطوات وما تزال على طاولته حزمة من الالتزامات الملحة مزيدا من المقاربة في التقرير التالي بعد عامين من اعلان تشكيله يقف مجلس القيادة الرئاسي في نقطة ما بين طرفين المغالين في انجازاته والناسفين لها التقييم المنطقي وفقا لمفهوم المقابلة الاخيرة للرئيس العليمي ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار الظروف والملابسات التي رافقت تشكيل المجلس وما تلاه وبحسب العليمي فانه لا توافق مطلق داخل المجلس لكن الجميع قطع شوطا كبيرا في التفاهم لانجاز المتفق عليه وتأجيل المختلف حوله وتمت اعادة ضبط البوصلة من الخلافات البينية لتركيز جهود الجميع نحو مواجهة الميليشيا الحوثية ما ذكره الرئيس العليمي يعد بمثابة ارضية اساسية لكن تقييمات المواطنين وعيونهم تبقى معلقة بالحقائق الملموسة في الملفات ذات الاولوية حيث الاولوية العسكرية والامنية التي يفرضها التواحش المتصاعد للميليشيا الارهابية وبالدرجة ذاتها من الاهمية اولوية الاقتصاد والخدمات وكل ما يتصل بحياة الناس اليومية وعن الملفين جاء حديث الدكتور العليمي تأكيدا على ان المجتمع الدولي وصل مؤخرا للقناعة التي ترسخت لدى اليمنيين منذ سنين بانه لا امنى للممرات البحرية الا بحسم المعركة البرية لكن هكذا قناعة تبقى بدون ترجمتها لدعم الشرعية للسعادة الدولة اليمنية مجرد قناعة نظرية اما اهم نقطة في الاولوية الاقتصادية فترتبط بحسب العليمي بالاولوية العسكرية وبدون حسب مع الميليشيا لن تأمن المنشآت النفطية وسيظل اليمن مفتقدا لسبعين في المئة من موازنته المالية هو اذا تقييم يلتقي في مجملي السياسيون مع اراء المواطنين لكن ما ينتظره المواطنون من سياسيهم يتمثل في ترجمة تقييم الماضي الى تقويم للمستقبل خصوصا وان مفتتح التقويم واضح لدى الجميع واختصره الرئيس العليمي بكلمات المسافة الى السلام سوف يحسمها الصامدون في الجبهات كأي رمضان منذ تسع سنوات حرب استمرت الالغام الحوثية ورصاص القناصة في حصد مزيد من الضحايا الابرياء الذين اغلبهم اطفال دون مراعاة لمكانة الشهر الفضيل قنص والغام في رمضان الارهاب الحوثي لا يصوم عن الجريمة كأي رمضان منذ تسع سنوات حرب استمرت الالغام الحوثية ورصاص القناصة في حصد مزيد من الضحايا الابرياء الذين اغلبهم اطفال دون مراعاة لمكانة الشهر الفضيل جرائم ميليشي الحوثي الارهابية تعمل على مدار الساعة فلا تصوم عن دماء الضحايا في شهر رمضان الفضيل ولا تؤجز في عطلة الاسبوع والسنة والمناسبات الرسمية ووثقت اللجنة الوطنية لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ثمان جرائم قنص برصاص الحوثيين في مدينة التعز منذ مطلع شهر رمضان الى بداية الاسبوع الجاري وقنص حوثي من صيدي البشر الكاملين في المرتفعات طفلة ومرأة في حي الزهراء بمديرية الصالة بتعز في يوم اجازة الجمعة الاخيرة من رمضان وعادة ما يكون النساء والاطفال هدفا مباشرا واوليا في جرائم القنص الموجهة بدقة كما في حوادث الالغام التي تنفجر تحت اي هدف عابر في الدروب الامنة وبسبب رصاص القناصة وحقول الالغام الحوثية يفتقد المدنيون القدرة على مزاولة حياتهم وشؤونهم العملية بشكل طبيعي كما تظل عائلات بكامل افرادها تحت الاقامة الجبرية في المنزل لخطورة الحركة التي تعني الموت وقالت السفارة الامريكية لدى اليمن ان جماعة الحوث المصنفة ارهابيا حولت اليمن الى اكبر حقل الغام على الاطلاق وان نزعها كليا سيستغرق من الوقت حوالي ثمانية اعوام ويقضي اطفال نحبهم بالالغام والقنص عين عمد خلال ايام رمضان بالاضافة الى قصف الحدائق بالصواريخ والطيران المسير ايام العياد بهدف محو ملامح الفرح والروحانية عن الحياة اليمنية تشن ميليشيا الحوث الارهابية عمليات جباية في مختلف اسواق مدينة الحديدة وكذا في المدريات الواقعة تحت سيطرتها لتضاعف من نهبها المنظم لفرح المواطنين بالعيد ومصادرتها حقوقهم الخاصة والعامة مع اقتراب عيد الفطر المبارك المتزامن مع حد كسوة العيد لأهله وأطفاله لكن ميليشيا الحوث الارهابية تمضي في مسيرة النهب والفيد متسببة بكارثة إنسانية الحديدة تعاني أشد المعاناة أن العملة الجديدة التي تم طبعها عملت على انهيار الأسعار وانهيار العملة وأصبح الإنسان لا يستطيع أن يشتري ملابس العيد ولا أن يفرح أولاده بجعالة العيد مصادر محلية أكدت بأن عناصر ميليشيا الحوث الارهابية اعتدت خلال الأيام القليلة الماضية على عدد من الباعة الباسطين في أسواق باب مشرف والمطراق والصبالية وذلك على خلفية قيام عناصر الميليشيا بإجبار الباعة دفع جبايات وإتاوات بالقوة لكن الباعة رفضوا الإذعان للعناصر الحوثية لتقدم عناصر ميليشيا الحوث الارهابية على الاعتداء عليهم ونهب مبيعاتهم ومطالبتهم بمغادرة الأماكن التي يبيعون فيها بضائعهم البسيطة العيد هناك بون شاسع بين العيد في الماضي والعيد في الحاضر الآن لا عيد في الحديدة بظل هذه الميليشيا لا فرحة في الحديدة بظل هذه المعاناة لا سرور في مدينة الحديدة بظل ما تعانيه من أوضاعا اقتصادية يعني ترزح تحتها تمادس ميليشيا الحوث الارهابية بحق اليمنيين شتى أنواع الانتهاكات والنهب للمواطنين في الحديدة وتسرق فرحة العيد من وجوه الصغار والكبار عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن الرهانة كبير على محافظة حضرموت وأبنائها لما تشكله من حضارة وثقافة وبعد اجتماعي ومنطلق أول للتنمية والعمل الوطني جاء ذلك بعد وصوله إلى مدينة المكلة لتلمس هموم واحتياجات المواطنين وإسناد جهود السلطة المحلية في خدمة المواطنين وأكد رئيس الوزراء أن زيارته إلى محافظة حضرموت مؤشر على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بهذه المحافظة التي تشكل رافعة وقاطرة للتنمية والاستقرار والمشروع الوطني وعشد رئيس الوزراء بما تمثله حضرموت من نموذج للاستقرار وقال إن تدشين زيارته للمحافظات بداية منها تهدف إلى الاقتراب أكثر من قضايا الناس ومشكلاتهم والعمل على إسناد جهود السلطة المحلية للقيام بواجباتها في إطار الدور التكاملي على المستوى المركزي والمحلي للإيفاء بالالتزامات تجاه المواطنين خاصة في تحسين الخدمات الأساسية وتحريك عجلة التنمية أكد الأمين المساعد للمكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة حضرموت منير بام حيمود التثمينة ومباركة الإصلاح لكل الجهود الوطنية لاستعادة الدولة ودحر الإنقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي الإرهابية وأعرب بام حيمود في الأمسية الرمضانية التي أقامها إصلاح القطن للوجهاء والشخصيات والشخصيات الاجتماعية بالمدرية عن ارتياح الحزب لكون المحافظة أنموذجا لباقي المحافظات في جمع الكلمة وثمن بام حيمود الجهود الكبيرة التي يبدلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية مع اليمن بشكل عام وحضر موت بشكل خاص وشدد بام حيمود على تفعيل المجالس المحلية للقيام بدورها الرقابي والمحاسبي ودع المجتمع إلى مساندة الجهود الرقابية وانتزاع الحقوق بالطرق السلمية عبر الهيئات والنقابات والكيانات التي تمارس التوعية بذلك وتحمل المجتمع عليه تشهد الأسواق الشعبية في سيئون حركة تجارية ناشطة لشراء الحلويات والهدايا مع قرب أيام العيد في سوق الحنضل وسط مدينة سيئون تتنوع الهدايا العيدية والمكسرات والحن الحضرمي المزيد في سياق التقرير التالي مع قرب أيام العيد فإن الأسواق الشعبية في حضرموت تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء حاجات العيد نحن هنا حيث نتواجد في سوق الحنضل بمدينة سيئون في هذا السوق تتنوع فيه أنواع البضائع المختلفة من حلويات ومكسرات إضافة إلى نوع من أنواع الحنة الحضرمي الذي له رواجا كبيرا وشهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم معانا هنا الشيخ السوق الشيخ صالح الصعري لو تحدثنا الشيخ صالح عن كيف إقبال الناس في هذه الأيام في خلال موسم العيد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالنسبة لإقبال الناس في الأول نقول لكم خواتي مباركة وكل عام وأنتم بخير بالنسبة لإقبال الناس على الأسواق هذه الشعبية إقبال شديد بالأول أن الظروف يعني اليوم وهذه تحكم الناس لكان الحمد لله كان الناس لها عاداتها ولها طلباتها في السوق وهذا سوقنا يعتبر سوق شعبي وكل من يدخل السيوون لازم يزور السوق هذا والسوق معروف أنه فيه الحنضل فيه الحلويات فيه البهارات فيه مكسرات وكل أنواع الجلسات الحضرمية يكون متواجد هنا عندنا بالسوق طبعا بالنسبة للسوق فعلا بالكبير من قبل المواطنين من مختلف مناطق وأنحام محافظة حضرموت يأتون إلى هذا السوق لشراء حاجات العيد أيضا إضافة إلى الأخوة النازحين الذين يتوافدون من مختلف مناطق الصراع إلى هنا إلى مدينة السيئون فأنهم يقبلون دائما إلى هذا السوق لشراء حاجات العيد إضافة للأخوة المسافرين عبر مطار السيئون الدولي يأتون إلى هنا لشراء حاجات العيد فهم برماده قناة سهيل سيئون تشهد أسواق اللحوم قبل ضعيفا من قبل المواطنين جراء ارتفاع الأسعار وسط شكاوى من التجار بارتفاع أسعار شراء المواشي المزيد في سياق التقرير التالي تشهد أسواق اللحوم ركودا ملحوظا في بيع اللحوم مع قدوم أيام العيد فمجازر اللحوم وأسواقه خالية من المشترين فالباعة يعرضون ما حضروه في يومهم لكنهم يواجهون عكس ما اعتادوا عليه في الأعوام السابقة فعلي مصعب إحدى بائع اللحوم وسط مدينة سيئون يلاقي صعوبة في استكمال نفاذ بضاعته اليومية لضعف إقبال الناس على شراء اللحوم قبل أيام العيد ويعود علي ذاك العزوف إلى ارتفاع أسعار كيلو اللحم ما بين 15 إلى 20 ألف نظرا لارتفاع أسعار المواشي وتهريبها إلى دول الجوار الله قبل الناس على اللحم والقبل ضعيف نسبة ضليلة ضليلة ما يعادل 65% أو 60% لأن الارتفاع الغنم والمواشي والارتفاع ينوني غايل يعني الارتفاع هذا سبب عامل رئيسي في إقبال الناس الناس بغوا بيشترون لحم للعيد للفرحة العيد لكن الغلاء في يميع الأشياء لأن وصل كيلو اللحم يعادل إلى 16 ألف أو 18 ألف أو 20 ألف هذا حاية يعني ما تدخل العقل الأسباب هو التهريب الأغنام إلى المناطق المياورة زي السعودية والإمارات وسنطنة عمان يعني يبعمل صعبة هذا الوارد المحلي طبعا عما الوارد السومالي هذا هو الذي أنقذ نحن والفضل يعود لله يعني لو لدى السومال لو وصل اللحم إلى 30 ألف أو 40 ألف ارتفاع أسعار اللحم دفع الكثير من أرباب الأسر عن التراجع عن شرائها أو التقريص في كمية اللحم المشترى الذي اعتاد عليه في الأعوام السابقة ما جعل بعض الأسر الكبيرة وذات الدخل المحدود استبدال لحم العيد بغيره من أنواع اللحوم الأخرى كالدواجن والأسماك وغيرها بما يتناسب مع دخل المواطن المحدود اللحم أصبح الزحيم في الأسراء الحضرمية من الأشياء المستحيلة الأشياء التي يعني يلا في السنة حسني يقولون نحن يقولون بالحضرمي في السنة حسني يعني في السنة مرة إن شافها في العيد شافها في وجبة وحدة وجبتين والباقي على السمك على الدجاج وحتى الجاي برضو الآن بدأ الأسعار الرجل طيالح سكر طيالح لحم طيالح لقد قضرة طيالح الله يعلم وظف راتبه 50 ألف أربعين ألف أشي بتلقي له يا أخي الله يعني العامل سيقال بـ 3000 ألف كل يوم إيش بتلقي له مسكين يعني صعب أن يعيدون باللحب أكثر أن يعيدون بدياي وإلا كان شيء من عياته والحد مصدق أعطاه لحد من أهله غيرها ما شيء ارتفع أسعار اللحوم أصبح هاجسا يورق أرباب الأسر ويشغلوا تفكيرهم ومنقصا لاستكمال الفرحة والتقاليد العائلية فالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد إن عكس سلبا على معيشة المواطن بشكل ملحوظ في كل جوانب الحياة فهم بارماده قناة سهيل سيقون تشهد أسواق محافظة لحج ارتفاعا غير مسبوك في أسعار الملابس مع قرب عيد الفطر المبارك الأمر الذي يسهم في تنغيص فرحة العيد عند الكثير من الأسر والأطفال تفاجأ المواطن حامد محمد بالارتفاع الكبير في أسعار الملابس في أسواق محافظة لحجة وبعد مشوار طويل للبحث عن ملابس العيد لأبنائه خرج من السوق دون أي شيء فالظروف المادية الصعبة وارتفاع الأسعار عاقل كثير من أرباب الأسر عن شراء ملابس العيد لدي أربع من الأطفال يعني ما استطعت أنني أكسوهم الأقل لحاق الطفل الواحد اشتله مئة ألف ريال سراويل، قرامات، قزمات ونحن لا نستطيع الحالة يرثى لها ونحن في ظروف معيشية غير قادرين على العيش عليها في السابق كان يكسي الطفل الواحد بدلتين ثلاث بدلات يلبس أولا اليوم بدلها وثاني اليوم بدلها وثالث اليوم بدلها واحدة الآن لن يستطيع حتى أن يكسو ولده وطفله بدلها واحدة عدم استقرار سعر صرف العملة والتدهور الحاد في قيمتها إضافة إلى ارتفاع الأسعار الدولية وأسعار النقل وتكاليف الشحن التي زادت أكثر من ثلاثمائة في المئة بسبب التهديدات الإرهابية الحوثية لخطوط الملاحة الدولية عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار في كافة المستلزمات وفي مقدمتها الملابس وغيرها من احتياجات الأسرة اليمنية العملة الأقنبية هي التي لعبت بالأسواق وضربت علينا الأسواق المحلية التجارية بمعنى من حيث الأسعار ثلاثة عوام متلاحقة أعمل في هذا المعرض فأقد أن الأسعار كانت سابقا في عام 2021, 2022, 2023 حتى وصلنا إلى هذا العام من 180 إلى 120 إلى 320 إلى 440 هذه الأسعار هي التي لعبت بالأسواق بالأسعار بعدم الإقبال للناس في الشراء في البيع والشراء يعني عدم تواقد الحكومة يلعب دور كبير لقشع التجار بمعنى أن التاجر يصبح يبيع قطعته بالمبلغ الذي يريده يستطيع أن يقول بالمواد الغذائية أو بالمواد الملابس أو بأي شيء كان التاجر يبيع ويتحكم بالمواطن بالمبلغ الذي يريده وهذا يعود على عدم تواقد الدولة والرقابة من قبل الدولة الأسعار فرق كبير وفرق شاسع ما بين كل سنة وسنة وهذا يعني والأوضاع ما تتحمج حقيقة ما يتحمج وكل واحد يحس ويلمس الشيء هذا يعني القريب من المواطن أول مرة القباية في النقطة القباية هذه القباية يعني هي رفعة الأسعار على أسعار خمسين في المئة والرقابة على المحلات التقارية يعني من القهات الرسمية غير موجودة يعني كل واحد يبيع بمزاقه وبكيفه ما يقول لش ليش ولا كيفه هذا حكومة مش موجودة ارتفاع السعر كل يوم السعر العملة يرتفع 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 وذا هبت قليل بكانه السعر فوق بكانه السعر ما عاد ينزلش كله هكذا وهذا انعدام الرقابة والجشع التجار ساهمت في ارتفاع الأسعار أيضا فيما أسهم تدني المرتبات وفقدانها لقيمتها الشرائية إضافة إلى ركود الأعمال وفرض الجبايات واستمرار إغلاق الطرقات أسهمت جميعا في زيادة معاناة المواطنين خصوصا في الأعياد والمناسبات والأفراح التي حولتها ميليشيا الحوثي إلى حزن وهم وغم نتيجة استمرار حربها وانقلابها المشؤوم على مؤسسات الدولة يواجه المواطنون بمحافظة المهرة خاصة للنازحين صعوبة كبيرة في توفير المتطلبات العيدية في ظل غلاء الأسعار وغياب الدور الرقابية على الأسواق وسط مطالبات للجهة المعنية للقيام بدورها الرغم الظروف الصعبة التي يعيشها السواد الأعظم من سكان محافظة المهرة إلا أنهم يحاولون صناعة الفرحة لأطفالهم وإن كانت بإمكانيات بسيطة فغلاء أسعار الملابس في المحلات التجارية أو على البسطات بالشوارع والتي يقبل عليها المواطنين بشكل كبير خلال هذا العام من مختلف مديريات المحافظة قد يحرم أسر ذات الداخل المحدود من رسم الإبتسامة على أطفالهم وهم يجدون صعوبة في شراء مسلزمات العيد لأدوات حرامات تشوف كل واحد بمحل سعر لأدوات مرتفعة الارتفاع على الصرف زاد 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 ارتفاع الصرف والناس لا تقدر تشتري أي شيء الصرف الآن صار بربعين ألف وزايد الناس لا تقدر تشتري تشتري لشخص واحد سبحان الله الناس معهم أسرة تشتري لمن ومن أول راتب الناس اللي أعلم فيها فغلاء متطلبات الأسار وغياب الدور الرقابي على الأسعار ضعف من حجم المعاناة وجعل فرحة العيد منقصة في محافظة لا تزال تستقبل النازحين الفارين من جحيم الميليشيات الحوتية إلى مناطق آمنة الله يقبل المواطنين بملابس العيد هو يعني كل واحد على مستوى حاله يعني في أعلى حالة المواطن والله في البساطات يعني من أسعارها المناسبة الدكان يصير الدكان تقول له هذه المبروة هذه يقول لك بـ 64 ألف ويقولني حاجة تصير معاناة التستدعي من السلطات المعنية بالمحافظة القيام بدورها بدلا من ترك المواطن فريسة سهلة لقشع التجار الذين يستغلون العيد لجني الأرباح دون الاكتراث لما يعانيه المواطن من أزمات متلاحقة أحمد الحراز لقناة سهيل محافظة المهراء يواصل المواطنون بمحافظة المهراء استعداداتهم لعيد الفطر وسط معاناة كبيرة جراء عجزهم عن تلبيات متطلبات أطفالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها البلاد منذ انقلاب ميليشي الحوثي وفرض الانقسام المالي عيد شيء زين وفرحة وناس فرحة قوية بالأعياد ولكن قلاء ناس ينزلوا الأسواق وهذا ما حد يستطيع يشتري أكسوات حق العيد مضغوطين من هذه الأشياء يدوروا بأشياء حاجة ثانية حاجة أمنية ويدوروا بالدور الأمني وعما الأسواق هذول ما يستطيعوا يضبطوه لأسعيره كل واحد يتعبث بأشياء حق العيد أسعار ملافسة غير ما في رقابة على الأسعار ولا في أي شيء عرفت كيف ما في رقابة أين الرقابة ما في رقابة لا من الصبتة المحلية ولا من أي مجموعة يلا الواحد المواطن يلا يشتريها مجبور على أمره كيف يفرح أبنائه فقط أسعار الصرف هذي بتعمل لنا حاجز أو مكان حيط الصرف هذا مرتفع زايد يعني بسعر لا يوصف فالأسعار محدودة مع رمضان مع شهر رمضان دخول العيد إن شاء الله نستقبل الزاير أو المشتري أو الشخص بيشتها للبضاعة ولا شيء بأرخص للعمولات أقبل العيد فيما الحالة الاقتصادية للمواطنين في مدينة تعز تحول دون اكتمال استعدادات الكثير من الأسر لاستقباله بالفرحة الكاملة خصوصا مع توقف الكثير من المبادرات التي كانت تساهم في التخفيف من معاناتهم ومحدودية الدخل لديهم اختفت كل المبادرات والمؤسسات التي توفر قسوة العيد للفقراء والأيتام والمعوزين والنازخين وبقيت هذه الفئات تبحث عن من سيكسوها فالفقر قد وصل منتهاه بين السكان ووصل إلى من يتعاطف معهم بالنسبة للسنة هذه الظروف صعبة جدا على الناس بشكل كبير جدا يعني تشعر أن الناس انقسموا قسمين نوع قسم غني جدا وقسم ما عندهش نهائيا يعني فقر مدقع أو غنى فاحش يعني في بدلات كناس عارة خيالية عمر سنة سنتين من 60 من 65 ألف في إقبال عليهم من قبل فئة أو طبقة معينة وفي بدلات في قوناس حالتهم حالة يعني ما يقدش يدفع إلى 15-20 ألف تمام وعادي ممكن هذه تكون 15-20 ألف من ناس قمعوا لهم هي أصحاب خير الغلاء سبب عند شريحة معينة اللي هم البسطة لكن المقتربين العكس كلما ارتفع صرف الريال السعودي يقبلوا أكثر يعني يصرف الألف الريال السعودي بـ 440 اليوم يجيش تري براحته يفرح وأول ما ينقص ما يرضيش ما يرضيش يصرف ولا يرضيش تري الضباحة هم الضباحة هذوم لكن تقريبا أعتقد ينتظروا الإكراميات ينتظروا أهل الخير وقعوا يعني من يزور السوق قبل يوم واحد من العين يجد أن أصحاب محلات الملابس مذهولين مما يحدث فلأول مرة يجدون زبائن لا يبايعون حتى ولا ينظرون إلى محلاتهم التي امتلأت بالبضائع وخلت من المشترين الملابس هذه المرة غلاء فاحش اللي كاني شري حبتين يعني حبتين شري حبة على هذا السوق هذا والغلاء والفاحش والله بالسنة هذه ارتفع الأسعار الملابس زيادة على السنة الأول السنة الأولى كان لا بأس يعني بالسنة هذه ارتفاع متزايد تلاقي الطاقمها عمر خمس سنين بخمسين ألف ريال إذن هي صورة الحرب القبيحة التي تطحن المجتمعات وتصل بالمواطنين حد الاستسلام لما سيفرض عليهم من حل وإذا لم يتنبه مسؤولي البلد للوضع الاقتصادي ولحالة المواطنين فسيدفع الكل ثمنا باهظا لا تتحمله البلد بعد أن صار الفقر هو السائد بالمدينة والريف دشنا وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي مساء أمس مشروع زكاة الفطر بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك لعدد ثلاثة آلاف أسر عبر مؤسسة يماني للتنمية في المدينة والساحل الغربي وخلال التدشين ثمن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ثمن جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة آلاف الأسر بالمحافظة والمتضررة من الحرب مؤكدا على أهمية مثل هذه المشاريع التي تنفذ في ظل الأوضاع الراغنة وارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة الأسر الواقعة بالعوز الغذائي والمهددة بشبح المجاعة من جانبه أوضح منسق المشروع عبدالرقيب الشريف أن المركز ينفذ هذا المشروع في ثمان محافظات ويهدف إلى دعم وزيادة الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا خلال أيام عيد الفطر المبارك أقام ملتقى أبناء مدرية القفرة التنموي الأمسية الرمضانية الأولى في مدينة مأرب التي حضرها عدد من الشخصيات الاجتماعية وجمع من أبناء المدرية ودعت إلى وحدة الصفة والوقوف مع الشرعية والجيش الوطني لحسم المعركة مع ميليشي الكهنوت الحوثي وأكدت كلمات الفعالية على أهمية هذه الأمسيات الرمضانية في تعزيز التواصل والترابط بين أبناء المدرية وتخفيف معاناة جرح الحرب وتذكير الجميع بقيم التسامح والتعاون ودور الجهات المعنية برعاية الجرحة تضمنت الأمسية العديد من الفقرات المتنوعة والكلمات المعبرة والقصائد الشعرية واختتمت بتكريم أكثر من 120 من جرح الحرب من أبناء المدرية تقديرا لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن أقمنا في ملتقى أبناء مديرية القفرة الموي حفل لتكريم الجرحة والمعاقين هؤلاء الأشخاص الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن والدفاع عن الجمهورية والوحدة والديمقراطية هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم نحن ندين لهم بكل التقصير ونعتذر لهم عن ما بدر منا ونحن الآن نقيم بهذا بغرض رد الجميل لهم ولو بشيء قليل نحن عاجزين عن رد الجميل لهم يبذل مركز الفتح النموذجي لتحفيظ القرآن الكريم في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب يبذل جهودا كبيرة في تعليم النشئ والشباب القرآن الكريم ونشر قيم الوسطية والاعتدال في أوساطهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة لم يتجاوز عامه العاشر إلا أن عزيمته تضاهي عزيم الكبار حنين صلاح أحد طلابي مركز الفتح النموذجي لتعليم القرآن الكريم وحفظه في مخيم الجفينة في مأرب يأتي بالشكل يومي إلى المركز ليتعلم القرآن حفظا وتلاوتا مركز الفتح يشهد إقبالا كثيفا خاصة في الشهر الفضيل ستمائة طالبا هم طلاب المركز يتوزعون على أربع وعشرين حلقا ويتخرج منه سنويا ما يقارب عشرين حفظا لكتاب الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ نوسى وفرعون بالحق بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعلها لا شعاء يستضعف طائفة منهم يذبع أبنا أهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المشتدين مركز الفتح النموذجي اضطر بسبب الإقبال الكبير عليه إلى تكسيم الطلاب إلى ثلاث فترات في رمضان نظرا لازدحام المكان الذي لم يستوعب الأعداد الهائلة حيث تسعى الإدارة إلى إتاحة الفرصة للجميع لتسجيل أبنائهم وعدم حرمانهم من شرف حفظ كتاب الله تعالى نحن في جامع الفتح في مركز الفتح لتحفيظ القرآن الكريم حيث هذا الجامع في الجفينة في مدينة مأرب يضم عددا كبيرا من الحلقات لتحفيظ القرآن الكريم ما يضم ما يقارب 22 حلقة تحفيظ القرآن الكريم وعدد كبير من الطلاب فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع أيضا نشكر القائمين على هذا المركز مدير المركز والمدرسين الذين يبذلون جهدهم في تحفيظ الطلاب وتعليمهم كتاب الله تبارك وتعالى وغرص القيم والمبادئ الإسلامية وغرص حب كتاب الله تبارك وتعالى في نفوسهم هذا مركز يعني يحتوي أكثر من ستمائة طالب وطالبة وهو مركز نموذجي وقد هناك سمرات من الطلاب الحفاظ أكثر من سلاثين طالبا وطالبة حافظ حفاظ خريجي هذا المركز بفضل الله سبحانه وتعالى وكما ينشى هذا المركز يعني على ما يرام ويعني يحتوي أبناءنا في هذا الحي وفي هذا المربع ونبدل حقيقة جهد كبير في هذا الجانب في هذا المجال كذلك الأخ عبد الرحمن مدير المركز يبدل جهد كبير جدا جزاه الله خير ونبارك الله فيه ومع هذا الإقبال المتزايد على المركز يأمل القائمون عليه إلى توسعته لكي يستوعب الأعداد الكبيرة للحلقات التي تتضاعف أعدادها مما يتطلب المساهمة في دعم مثل هكذا مراكز كرم ملتقى أبناء مدرية حبيشة التابع لمحافظة أب أسر الشهداء والمعاقين وحفاظ القرآن الكريم في مدينة مأرب وجاء ذلك في أمسية رمضانية أقامها الملتقى بحضور عدد من القيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية كما ألقيت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية أشادت بتضحيات أبناء المدرية من الشهداء والجرحى والمعاقين الذين وقفوا سدا مني عنه أمام جحافل الميليشيا الحوثية في معارك الدفاع عن مارب وشاركت الكلمات بل أشارت الكلمات إلى أن مدرية حبيش رفضت ظلم الإمامة والاستبداد وأبت إلا أن تسطر أروع ملاحم التضحية والبطولة والفداء كما تم استعراض نضالات أبناء حبيش وتضحياتهم وهي تواجه الميليشيا الحوثية بدءا من حروب صعد الست وصولا لمعركة اليوم في مختلف جبهات الجمهورية نحن نقيم هذه الأمسية كتقليد سنوي نقيم به وسط الشهداء والمعاقين وحفاظ الفلسرين كتقليد سنوي بدعم السخين من أخوة من تجار ومستثمري مديرية حبيش في محافظة بنارب هدف هذه الأمسية هو تكريم لأولئك الأبطال الذين ضحوا بمجمائهم وأرواحهم بداءا لهذا الوطن وتكريما لأولئك الأبطال اليوم يتم تكريم أسر شهدائهم وأيضا تكريم المعاقين من أبناء مديرية حبيش ثم أيضا تكريم الكوكبة من الحفاظ لكتاب الله سبحانه وتعالى فهذا اليوم يعتبر يوم رائع اليوم السابع العشرين من رمضان يوم نخلد فيه ذكر أولئك الأبطال الذين كما ذكرنا جادوا بأرواحهم مشاهدين نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين مجلس النواب يؤكد استمرار إيران في تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي ويدعو إلى دعم قوات الشرعية لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة ارتفاع الأسعار وتوقف الكثير من المبادرات الخيرية تحول دون اتمال تجهيزات الأسر لعيد الفطر المبارك مركز الفتح النموذجي في مأرب يبدل جهودا كبيرة في مجال تحفيظ القرآن الكريم في مخيم الجفين في ختام النشرة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر